الانفراد بحكم اليمن ووضع اليد على صادرات النفط والغاز دون تقديم اي التزام او ضمانة بانهاء الانقلاب تلك بعض الخطوط العريضة للمشاورات السياسية الجارية في الكواليس بسلطنة عمان بين المتمردين الحوثيين ومن ورائهم ايران والسعودية وبعيدا عن الشرعية هذه النقاط كشفت عنها صحيفة البيان الاماراتية والتي تحدثت عن صعوبات تواجه الوسطى في الملفين السياسي والاقتصادي واشتراطات حوثية تتمحور حول الاستفراد بحكم البلاد وفق مصادر سياسية اشتراطات تمكن الميليشيا من ان تحقق من خلال السلام ما عجزت عن تحقيقه طوال سنوات الحرب وفيما تتواصل النقاشات عبر الوسطى لم تقدم الميليشيا كعادتها اي التزامات واضحة بانهاء الانقلاب فيما تتلاشى مطالبات الحكومة الشرعية بضمانات دولية بتنفيذ للميليشيا كامل بنود اتفاق السلام المزمع على الجانب الاقتصادي تسعى الميليشيا لوضع يدها على الصادرات النفطية بحسب الصحيفة الاماراتية يواجه الوسطى صعوبات في ملف استئناف صادرات النفط والغاز حيث يتطلب ذلك صيانة انبوب نقل النفط الخام الى ميناء التصدير على البحر الاحمر في الحديدة تحت سيطرة الميليشيا وانتظار تثبيت خزان النفط العائم الجديد بدلا عن الناقلة المتهالكة صافر وكذلك صيانة انبوب نقل الغاز المسال من حقول الانتاج في مأرب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر